يا سيرة المختار يا خير السير كم فيك يا فخر البرية من عبر يا سيرة المختار يا نهج الهدى ما مثل نهج المصطفى خير البشر دي سيرة المختار يجمل لوحة فيها من الأخلاق من أبا الصور دي سيرة المختار يسمى قصة وجل ما جاء الخلائق من خبر كم عبرة في سيرة الهاد التي فيها لمن رام الهداية معتبر هيا فدونك يا محب لأحمد من هدي عبر فهيقف الأثر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته و أهلا حي هلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عبر يفنى و يذهب كل حب كاذب و تبدل الأشواق بالأضغان أما إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقياني الأخوة الإسلامية سلامة الصدور ائتلاف القلوب هي من الركائز التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام مسجده بالمدينة النبوية لعلمه التام أن هذه الركائز تنشئ مجتمعا قويا متماسكا يسوده روح الأخوة و الائتلاف و ينبذ كل اختلاف يقول الله سبحانه وتعالى و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا عن المؤاخات بين المهاجرين و الأنصار نتحدث في محطتنا هذه و نرحب باسمكم بمشايخنا الكرام أهلا و سهلا بكم جميعا أحياكم الله جميعا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المؤاخات بين المهاجرين و الأنصار شيخ بدر تكلم لنا عن المؤاخات بين المهاجرين و الأنصار أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد آخى بين المهاجرين و الأنصار و لذلك كان عدد الصحاب رضو الله عليهم تسعين فلما قدم النبي عليه الصلاة و السلام إلى دار أنس بن مالك آخى بين المهاجرين و الأنصار فكان هناك ترابط بين الصحابة رضو الله عليهم و الأعمال دائما لا يمكن بناء المجتمعات إلا أن يكون هناك أخوة و محبة و ترابط حتى يقوم المجتمع على أكمل ما يكون و لذلك كان يقول شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضها بعضها هذه المعاني التي نحتاجها في حياتنا أن يبني الإنسان بينه و بين أخيه علاقة أخوة لله و في الله ليس للدنيا و ليس لحب الدنيا و ليس لأمر من أمور الدنيا و إنما كما قال النبي عليه الصلاة و السلام إثنان تحابا لله و في الله اجتمع عليه و تفرق عليه و لذلك لما قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخ النبي صلى الله عليه و سلم بينه و بين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أشاطرك مالي فقال عبد الرحمن دلني على السوق انظر المبادرة من سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن و هكذا هي الأخوة في الله أن يبادر الأخ لأخيه و هكذا هي المحبة لله و في الله أن يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة نحتاج أن نرسل رسالة لأنفسنا و لمن يسمعنا اليوم الله الله أن تكون ارتباطاتنا لله و أخوتنا تبنى على عقيدة راسقة أن تكون المحبة لله و أن تكون في ذات الله هنا تأتي الثمار و هنا بإذن الله تعالى تكون النتائج لأنها تبقى عند الله يوم القيامة كما قال ربي سبحانه و تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فنسأل الله أن نكون منه الله أكبر اللهم أمين الأخوة الإيمانية سبب لمحبة الله سبحانه و تعالى للعبد شيخ بدر يعني المعنى هذا حدثنا على المعنى النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا بقصة عجيبة قال النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية فأرصد الله عز وجل ملكا على مدرجته أي على طريقه ثم سأله الملك إلى أين قال إلى أخي لي في هذه القرية أزوه في الله قال هل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أنني أحبه في الله فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بسبب حبك لأخيك و زيارتك له الله أكبر فالأخوة في الله و المحبة في الله سبب لمحبة الله عز وجل العبد يا أخي ما أعظمها أن تنال محبة الله بسبب ماذا بسبب حبك لأخيك يعني عمل عمل يسير ولكنه عند الله سبحانه و تعالى عظيم تنال به محبة الله بل تنال به يوم القيامة أن تكون في ظل عرش الرحمن تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلها و منهم من السبع الذين ذكروا من نبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه و افترق عليه إذا أردت حلاوة الإيمان كلنا نريد حلاوة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان و ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله بل أوثق حر الإيمان أوثق حر الإيمان الحب في الله والبغض في الله كلنا يتمنى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقوق الأخوة الإيمانية لها باب كبير ولها مقاصد كثيرة ولها أشياء كثيرة حدثنا يا شيخ عبد الله عن حقوق الحقوق الإيمانية في الأخوة ما أجمل هذا الدين ويا له من دين يعزز جانب الأخوة في الله تبارك وتعالى وحقوق الأخوة في الله الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة يعزز هذا الدين جانب الأخوة حتى إذا سلم أخوك حق عليك أن ترد السلام حتى إذا مرض أخوك حق عليك أن تزوره حتى إذا مات أخوك حق عليك أن تتبع جنازته حتى إذا عطس أخوك حق عليك أن تشمته حتى إذا دعاك لمناسبة إلى وليمة حق عليك أن تجيب دعوته النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإجابة الدعوة وتشميت العاطس واتباع الجنائز وعيادة المريض هذا حق الأخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعزز هذا الجانب من استطاع منكم بأي شيء أن تنفع أخاك فلتنفع النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يبين النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعزز هذا الجانب عند الصحابة حتى لما هاجر بأبي وأمي من مكة إلى مدينة كان أول ما قاله يا أيها الناس أفش السلام العمل البسيط هذا من أعمال الجنة أو من أعمال أهل الجنة أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ما زال الدين يعزز هذا الجانب بين الإخوان حتى جعلها الله تبارك وتعالى واجبة لمحبته أن تزور أخاك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيها الله يرزقنا وإياكم صدق الأخوة اللهم أمين اللهم أمين يعني الحديث عن الحقوق وعن الأشياء المتعلقة بالأخوة لها باب كبير ومن هذه الأبواب الإثار الإثار في الأخوة وفي المحبة بين المتحابين في الله سبحانه وتعالى يحدث عنها الشيخ ناصر الحقيقة أنه الجانب المدهش في القصة اليوم وهو جانب الإثار أنه صحابة خرجوا من دائرة العادل إلى دائرة فضل يعني واحد قاعد يقدم شيء يخرج فيه من دائرة العادل إلى دائرة الإحسان والفضل والإثار على النفس يعني لما أنت تكون إنسان مالي ومقتدر وعندك فضل من مالك سهل عليك أن تقدمه لكن الله جل وعلا يذكر لك هالخصيصة هذه التي في الأنصار والله يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في حاجة أو فقر واحتياج لهذا المال لا وفوق هذا يقول لك تعال انظر إلى زوجتي وله بس اختر أي واحدة عشوائلة انظر إلى أحبهما إليك يعني أي درجة هذه من المحبة الخالصة التي إنما أراد بها المرء أن يصل بها إلى الله جل وعلا لذلك يا الحب كارثة جدا أن تقالم بين هذه الصورة الحسنة وهذه الصورة المشرقة والوضاء التي أراد الله جل وعلا أن تكون قناديل في طريقك في هذا الحياة لتضيئ لك مكارم الأخلاق وأن ترى اليوم قضايا الناس في المحاكم قطيعة رحم وسباب وشتام وخصومات قائمة بين الأولاد وقبل ذلك الآباء ثم تنتقل الخصومة إلى الأحفاد لأجل حفلة تراب من دنيا فإنها لله وإن إليه راجعون عشان كذا أحيان الإنسان صحابهنا يؤثر لأن الإنسان أحيانا يحرم وهذا من تمام خذلان الله لك أن تستقوي على الضعفة بقوتك أو قدرتك أو أحيانا مكرك وحيلتك الثاني يكون عنده خادم ما يستطيع أن يصل إلى ماله الذي في يده وهو عندك فتستخدم عليه قواك ونسيت أن الله جل وعلا يراك ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ذلك الصحابي وإذا به يضرب خادما له وفي يده صوت النبي عليه الصلاة والسلام يرى إلى هذه الصورة التي لا يرتضيها فقال أعلم أبا مسعود بصوت مئله الغضب والإنكار قال الصحابي حتى سقط الصوت من يديه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقله من الأرض إلى السماء في صورة تجعل القلب يتحطم أمام بطشك وكيدك وقوتك أحيانا وأنت تستحضر عظمة الله جل وعلا وهو القاهر فوق عبادة قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على خادمك قدرة الله جل وعلا أن تستطيع أن تضريبه أن كل شعنك تحت يد الله جل وعلا أنت تستطيع أن تصل إليه بصوتك أنت كل أجزائك التي تعيش بها تحت قدرة الله جل وعلا ولذلك كم من رجل الآن قد يران أو يسمع هذا الكلام هو في السرير وربما مصاب بالأمراض منذ سنوات وربما أحيانا لحقه الفقر في كل زوايا هذا الكون والله الذي لا إله غيره ما أصابته إلا دعوة مظلوم سارت بليل الله سمعها فأنزل عليه أثر هذه الدعوة اتقوا الدعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابه الله ورزاك الله خير وكأنك تتكلم عن سلامة الصدور سلامة القلوب سلامة الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى شيخ عبود سلامة القلوب سبب في بقاء الود ماذا تحدثنا عن هذا الجانب لا شك أن القلب السليم لا يحمل ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء على أحد من المسلمين ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة على هذا المعنى الجميل أن تبقى هذه القلوب سليمة الله عز وجل يوم القيامة يقول إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من البدع سليم من الأهواء سليم من الحقد والغل والبغضاء والضغينة الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث الصحيح سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أروع وما أجمل هذا السؤال قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل قال مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه الصادق معروف أفلان صادق صدوق اللسان نعرفه أيش مخموم القلب يا رسول الله قال كل تقي نقي لا غل في قلبه ولا حسد نبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في حديث آخر صحيح قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم الشيطان حريص على أن يفسد العلاقات وأن يفسد الود والمحبة الشيطان حريص على أن يعني يهدم ما بني من أخوة في الله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الطويل وفي آخر الحديث يقول يا عائشة وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله هل الدين الإسلام كله إلا أن تحب من أجل الله وليرضى الله وأن تبغض إذا عصي الله عز وجل وإذا تعدي على محارم الله وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله من سلم بهذه المسلمات وعرف هذه الأحاديث سيعيش في هذه الحياة الدنيا بقلب سليم لا يحمل غل ولا حقد ولا حسد ولا بغض على أحد من المسلمين يذكر أن هارون الرشيد كان عنده جارية فقال لها أحضري لي المطهرة في ثلث الليل الآخر ليتوضع يصلي فأخذت تلك المطهرة من فخار ثم رمتها على هارون الرشيد وكان غافلا ساهيا عنها فوقعت في ساعده في هذا المكان فآلمته ألما شديدا احمر وجهه ونظر إليها نظر المغضب وهذا هارون الرشيد صاحب الملك والسلطان والعظم في شأنه وفي وقته وينظر إلى هذه الجارية المملوكة الآن يستطيع أن يسجنها أن يعذبها أن يفعل فيها الأفعيل فنظرت إليه تلك الجارية وقالت له وتذكره بآيات القرآن آيات التقوى وأهل الإيمان قالت والكاظمين الغيظ يا أمير المؤمنين قالت كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس لا أريد أن تبقى في قلبك فتعيرني بها في ديوانك والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله نبي عليه الصلاة والسلام كما في الحاكم الصحاحة وبعض أول العلم ينادي في الصحابة من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيأتي أبو بكر بماله وعمر بنصف ماله وعثمان وعبد الرحام بن عوف في الصحابة فقراء مساكين ليس لديهم مال يقدمونه في سبيل الله تفرقوا من مجلس النبي كان من ضمن أولئك الفقراء رجل يقال له أبو ضنضم عاد إلى فراشه لينام فتذكر الموقف تذكر هذا وهو يجود برياله بماله بدرهمه بدناره فما استطاع أن ينام فقام ولا يراه إلا الله ولا يسمى كلامه إلا الله ثم قام في فراشه ورفع يديه للسماء وقال اللهم إنهم قد تصدقوا بالشاتي وبالبعير وبالدرهم وبالدينار وأنت تعلم يا الله أنه لا شات عندي ولا بعير ولا درهم ولا دينار اللهم إني قد تصدقت بعرضي فمن سبني أو شاتمني أو أخذ من حقي اللهم اجعلها صدقة مني له واعف عنه واجعله في حل آوى إلى فراشه وأصبح الصبح وكعادتهم يدخلون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل أبو ضمضم فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد قبل الله صدقتك البارحة يا أبا ضمضم من يعيش كأبي ضمضم لا يحمل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء ألا أحد من المسلمين أزاك الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى شكر الله لكم وجزاكم الله خير وبارك فيكم وفي علمكم وفيما قدمتم الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة وإلى أن نراكم أنتم في حفظ الله والله يرعاكم يا سيرة المختار يا خير السير كم فيك يا فخر البرية من عبر يا سيرة المختار يا نهج الهدى ما مثل نهج المصطفى خير البشر دي سيرة المختار يجمل لوحة فيها من الأخلاق من أبا الصور دي سيرة المختار يسمى قصة وجل ما جاء الخلائق من خبر كم عبرة في سيرة الهاد التي فيها لمن رام الهداية معتبر هيا فدونك يا محب لأحمد من هديه عبرا فهيقف الأثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر